هي خائفة وفي قلق وفي بكاء ومش عارفة تتعامل رغم أنها سبق سبق لها الولادة من قبل ربنا يباك لها في دوريتها كيف تتعامل مع هذه الحالة شيخي كريم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام يا سبق لها الولادة أنا أفهم ذلك لمن تلت في المرة الأولى فيا أنت قد سبق لك الولادة فلماذا الخوف مسألة التخويف ومسألة التحزين هذه تكون من الشيطان فعليك بذكر الله سبحانه وتعالى وحافظي على الصلاة في أوقاتها وحافظي على أسكار الصباح والمساء وأسكار النوم ودائما وقرأي وردا من كتاب الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب وعلمي أن كل شيء يجري بقدر فلماذا الخوف الذي يخوف هو الشيطان هل تقرأ آيات معينة صورا معينة من القرآن الكريم أدعية معينة كل الأسكار كل الأسكار لكن هي إذا رقيت نفسها بالمعاوذات قل هو الله أحد قل أعوذي برب الفلق قل أعوذي برب الناس ثلاث مرات في الصباح وفي المساء بأن تدع يدها على رأسها وتقرأ ذلك في الصباح وفي المساء فذلك خير إن شاء الله صلى الله عز وجل أن يحفظها بحفظه وأن يحفظ المسلمين جميعا وأن يرزق المسلمين العمل الصالح وأن يبارك في أبناء وبنات المسلمين آمين يا رب العالمين